نروح لأخبارنا أول أخبارنا النهاردة النادي الأهلي يحسم تعاقده مع لاعب وسط الاتحاد السكندري مروان عطية بعد ما أنهى كافة الاتفاقات مع نادي الاتحاد واللي كان بيعطل الصفقة خلال الأيام الماضية هو رفض السنائي عمار حمدي ومحمد محمود الخروج للأعارة ضمن صفقة مروان عطية لكن النادي الأهلي أقنعهما بالموافقة والاثنين خلاص هيبقوا موجودين في الاتحاد في صفقة مروان عطية اللي انتقل خلاص إلى النادي الأهلي مروان عطية هي موجود في النادي الأهلي غدا السلساء للقيام بجلسة التصوير والإعلان رسميا عن اندمامه إلى النادي الأهلي صفقة رابحة وناجحة للنادي الأهلي مروان عطية واحد من أفضل لعب الوسط في الدوري المصري الممتاز